بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة العاشرة تناولنا في الدرس الأول حالة تصفية الشركة عندما تقول أسهم الشركة المساهمة إلى شخص واحد أو عندما تنضي سنة كاملة على انخفاض عدد مساهميها إلى أقل من خمسة مساهمين وأوضحنا الناحية المحاسبية في هذه الحالة وفي هذا الدرس نتناول تصفية شركة المساهمة في ظل الحالتين الثالثة والرابعة أي في حالة عندما تبلغ خسائرها ثلاثة أربعة رأس مالها وتقرر جمعيتها حلها أو يطلب من له مصلحة في حل الشركة وإنهاء تصفيتها وعندما تنتهي المدة المحددة في نظامها وتقرر جمعيتها العمومية حلها وفي ظل الحالتين الثالثة والرابعة يقتضي الأمر اتباع هذه الإجراءات أولا يفتح حساب يسمى حساب التصفية يجعل هذا الحساب مدينا بقيم الأصول لقفل حساباتها ما عدا حساب المدينين فيقفل في حساب البنك عند التحصيل وهذا الحساب أي حساب التصفية يجعل دائنا بحسابات مجمعات الاستهلاك والمخصصات المتعلقة بالأصول كمخصص الديون المشكوك فيها أي يتم فتح حساب التصفية يجعل مدينا بقيم الأصول عدا حساب المدينين الذي يقفل في حساب البنك عند التحصيل ويجعل هذا الحساب دائنا بحسابات مجمعات الاستهلاك والمخصصات الإجراء الثاني تباع الأصول ويجعل حساب البنك مدينا وحساب التصفية دائنا بثمن البيع الإجراء الثالث تحصل الديون ويجعل حساب البنك مدينا بالمبلغ المحصل وحساب المدينين أو أوراق القبض دائنا وإن كان هناك فرق فيجعل به حساب التصفية مدينا الإجراء الرابع تسدد حقوق الدائنين وأوراق الدفع بجعل حساباتهم مدينة وحساب البنك دائنا وإن كان هناك فرق فيجعل به حساب التصفية دائنا تدفع مصاريف التصفية وذلك بجعل حساب البنك دائنا وحساب التصفية مدينا سادسا تجمع حسابات المساهمين المتمثلة في رأس المال والإحتياطيات والأرباح المبقى في حساب واحد يسمى حساب المساهمين سبعة تحسب نتيجة التصفية ويقفل الفرق ربحا أو خسارة في حساب المساهمين ثامنا يقفل حساب البنك في حساب المساهمين ويعني ذلك دفع حقوق المساهمين ويجب أن يتساوى رصيد حساب البنك مع رصيد حساب المدينين هذه هي الإجراءات التي يجب اتباعها عند تصفية الشركة المساهمة في ظل الحالة الثالثة والرابعة أي عندما تبلغ خسارة ثلاثة أربعة رسمالها وتقرر جمعيتها حلها أو عندما تنتهي المدة المحددة في نظامها وتقرر جمعيتها العمومية بحلها